اهلا وسهلا بكل قراء موقع هي وكل عامه انتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك من اكتر الاسئلة اللي مننسئلة بعياذات النساء هي علاقة شهر الصوم والصوم باضطرابات الدورة الشهرية خلينا ناخدها على مجموعتين المجموعة الاولى السيدات اللي ما عندن اي اضطراب بالاصل بالدورة الشهرية ان كان بالمرحلة الزمنية او بكمية الدم اللي منفتقده خلال الدورة غالبا تأثير الصوم عليهم شبه معدوم او غير مؤثر اذا صار اي شي خلال شهر رمضان وبيّن تأثيرات على الدورة فهون يجب اجراء الفحوصات اللازمة لانه معناته فيه سبب اخر غير الصوم قد اكتشف اثناء الصوم نجي للمجموعة الثانية اللي هي اردي عندها اضطرابات بالدورة الشهرية ان كان من الناحية الزمنية طول او قصر او عدم انتظام او من ناحية كامية الدم اللي عم تروح هون طبعا غالبا فيه ادوية عم تاخدها لتنظيم الدورة الشهرية عم تاخدها لتنظيم الحمل ومنع الحمل رجاء الالتزام بشكل مطلق بموعد اخد الحبة وبالجرعة المناسبة اللي موصوفة الى غالبا اضطرابات الدورة بتكون اسبابها هرمونية يا اما بخلل بوظيفة المبايض وافراز الهرمون فيهم يا اما خلل ما بين توازن بالهرمونات بالجسم العلاج الهرموني لحتى يغطي هذا الخلل اللي موجود فيها يجب ان يؤخذ بوقت المناسب الجرعة المناسبة وبدون انقطاع بحجة الصيام واهلا وسهلا فيكن وكل عام وانتو بخير مرة تانية